فيه واحد فينا كامل كل واحد مننا عنده ذنوب عنده معاصر عنده كلام ولو قلنا هذا الكلام ما احد دعي لله للنبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم عليه الصلاة والسلام صح هي نعم وانت الان يوم يأتي انسان يسلم تقول اسمع انا عبد انا مذنب انا بشر انت قدوتك من النبي صلى الله عليه وسلم لا تضع قدوة تكفلان او علان ولهذا كل فرقة ظل اخواننا نسأل عافية السلامة على رأس هذه الفرقة من رجل غير معصوم مفهوم الا من اهل السنة صلى الله عليه وسلم يجعلنوا ياكم منه يتبعون من النبي صلى الله عليه وسلم هو معصوم ولهذا هي كانت الفرقة الناج هذا ما يشك فيه احد مفهوم يا اخي طيب كل واحد مننا مذنب كل واحد مقصر كل واحد كذا انت تقول له انت ما تسلم من اسلامي انا صح او لا لابد تكون على مكان عليه نبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضا الله عليه مفهوم الشيخ هي نعم توضح له هذا والله اخواننا فتنة احيانا في الدعوة وكذا يتحصل مشاكل كنت في دولة افريقية والمهم جالسين في في الخارج كذا حر كان المسجد وطلبت من هذا المترجم والت الله يرضى عنك ما نستطيع هنقر المسجد نجلس في الخارج قال لا اصبر انت يا شيخ قال الامور ميسرة نخرج في الخارج ما استطيع تكلم في المسجد فكلمنا رئيس المجموعة هذول قال احسن لو جلسنا في الخارج حتى غير المسلمين يجلسوا معنا والكراسي موجودة وكل شيء فصانعوا لنا جلسة وجلسنا في الخارج المهم تكلمنا بما فتح الله سبحانه وتعالى بعدين هو هذا رئيس القبيلة قال لي والله لنا يعني اشهر ما ينزل مطر ونبغيك تدعي طيب انا ادعي مشكلة ممكن ما ينزل مطر ولو نزل مطر برضو مشكلة صح ممكن ما عدى اخرج وفي واحد الدعاة ذهب الى منطقة من المناطق وتبركوا به قال لا يخرج ما عندكم دبحوا سووا ضريح اي نعم ايضا مشكلة طيب لما يعلموا التوحيد نعم فالمهم فقلت لهم لا هذا خلل في التوحيد انا عبد مثلي مثلكم ادعو الله انتم وبدأت تذكرهم وكذا نلابدهم يدعو والله اخواننا هذا من نعم الله دعونا والله ما استطعنا نجلس من المطر فضل الله لو انا رفعت يديه ودعوت كان فتنة صح او لا اذا يا اخي انت لا تعلق الناس بك انت بن بازر رحمه الله تصل عليه سائل وقال الشيخ عندي اخوي مريض وكذا نباك تقرأ عليه قال اقرأ عليه يو يقرأ عن نفسي قال الشيخ مريض قال اقرأ عليه انتم قال ما نحفظ قال تحفظ الفاتحة قال نعم قال اقرأ عليه الفاتحة قال قرأنا عليه وما بلي قال يبرأ باذن الله تعليق هذا الاسلام اخوان تعلق الناس بك انت بالله سبحانه وتعالى ولهذا الان يعني الان هذا الذي تسمع عنه في الاخبار في هذه الدولة اسأل الله سبحانه وتعالى لها التوفيق والسداد منها المشاكل وكذا والبرلمان صح التعلق بيد من لابد نعلم نتعلق بالله سبحانه وتعالى ندعو الله اخواننا لابد ان تدعو الله تنتجه الى الله سبحانه وتعالى ان يصلح الامور الدولة ان يصلح الراعي والرعي يا رب هي نعم تدعو تدعو باخلاص يا اخي انت الان تأكل وتشرب وتعيش في هذه الدولة كيف ما تدعو ولا يكون عندك ادنى ها حرص على استقامة هذه الدولة صح هي نعم اشتركوا في القناة